هل تستطيع تريزا مي أن تفسح عن عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم؟ إن حكومتها هي من قمت بترحيل هؤلاء الناس يجب أن نعرف الرقم هل تستطيع الاعتذار بطريقة لائقة عما قمت به؟ يجب أن نعرف فضيحة جديدة انطالت الحكومة البريطانية بعد تفاجر قضية تهديدات الترحيل والطرد التي تعرض لها أبناء المهاجرين من دول الكاريبي والذين يعرفون باسم أبناء جيلي ويندراش والذين كانوا يعتقدون أن الإقامة في بريطانيا أمر مسلم به ولكن اتضح أن الكثير منهم لا يزال حتى اليوم بلا جنسية بريطانية وأدت التغييرات التي طالت قانون الهجرة في بريطانيا عام 2012 والتي تتطلب من أبناء جيلي ويندراش أن يكون لديهم وثائق رسمية إلى أن يخسر الكثيرون وظائفهم وبيوتهم وحقهم في الرعاية الصحية بالإضافة إلى تهديدات مستمرة بالترحيل بسبب عدم وجود هذه الوثائق أبناء جيلي ويندراش هم أبناء المهاجرين من 12 دولة كاريبية دعتهم بريطانيا للعيش فيها بين أعوام 1948 و1971 لكنها لم تمنحهم المواطنة وسموا بويندراش تيمنا باسم السفينة MV Empire Windrash التي حملت على متنها ما يقرب من 492 راكبا معظمهم من الأطفال ومسجلون على جوازات أهلهم ولم يتقدموا للحصول على وثائق للسفر لاعتقادهم بأنهم مواطنون بريطانيون ويعتقد أن أعدادهم كانت بالألاف ومنذ وصولهم إلى أراضي بريطانيا عملوا في قطاعات النظافة وكسائقين وممرضين وفي الأعمال اليدوية بالإضافة إلى مشاركتهم في الحربين العالميتين الأولى والثانية كما أن البعض منهم أصبح يمثل هؤلاء المهاجرين في الحكومة البريطانية ويعيش الآن في بريطانيا ما يقرب من 500 ألف شخصا ولدوا في دول الكومنويلث ووصلوا إلى المملكة قبل عام 1971 وفقا لتقديرات مرصد الهجرة التابع لجامعات أكسفورد والمشكلة التي تواجه الحكومة البريطانية أن وزارة الداخلية لم تحتفظ بسجلات للأشخاص الذين تم منحهم موافقة للبقاء على الأراضي البريطانية وهذا يعني أنه من الصعب على أبناء جيل ويندراش إثبات وجودهم في بريطانيا بشكل قانوني كما قامت الوزارة في عام 2010 بتدمير بطاقات دخول مهاجري ويندراش لأنهم جاءوا من مستعمرات بريطانية لم تحقق الاستقلال في ذلك الوقت ما أدى إلى الاعتقاد بأنهم مواطنون بريطانيون وزير التعليم السابق ديفيد لامي أكد أنه تم ترحيل الكثيرين من بريطانيا لأنهم لا يملكون وثائق تثبت دخولهم المملكة بطريقة شرعية إلا أن الحكومة البريطانية أكدت بأن ليس لديها علم عن أي حالات جرى فيها ترحيل مقيمين بريطانيين ينتمون لما يعرف باسم جيل ويندراش كما أعلنت الحكومة عن إنشائها فريق عمل لمساعدة مقدمي الطلبات في إثبات حقهم في العمل في المملكة المتحدة ولكن بحسب وسائل إعلام بريطانية فإن الاعتذار الذي قدمته تريزا مي والذي تم الترحيب به ما زال لا يحسم بعد حق المواطنة فلم يتم ذكر أن أبناء جيل ويندراش سوف يحصلون على المواطنة بل الإقامة الدائمة فقط